بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من مقرر مادة Selected Topics نشرح نارضا ببعض بإذن الله المحاضرة رقم 4 في المقرر وهي بعنوان New Administrative Capital أو العاصمة الإدارية الجديدة هاخدك كده في لفة سريعة على العاصمة الإدارية نفهم هي موجودة فين ايه تفاصيلها سريعا كده ايه القطاعات الرئيسية اللي فيها ايه الهيكلية العامة للبنى اللي جواها ايه شوية الأرقام اللي فود نعرفها عنها الأرقام الكبيرة فقط الحاجات الرئيسية كده ايه اهم المباني ايه اهم الحاجات اللي هتتعمل جوا ايه الرؤية الاقتصادية الكبيرة اللي فيها بالنسبة لمصر موضوع من بره خلص نظرة سريعة كده معلومات عامة عن العاصمة الإدارية بشكل لطيف كده وسريع كنت نوع من الفيديو دي يبقى كبير ونكمل المقرر كله بنفس الشكل لكن ده هيتطول معنا جميل جدا فيعتبر الفيديوهين الأولين دول كانوا مقدمة طولنا فيها عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي في الاهداف العامة وكده واللي جاي كله بإذن الله هنمشي بسرعة جدا وهركز لك كل جملة هقولها اعرف ان هي لها سؤال موجودة عندك في الاسئال التيجي في الامتحان وهتليني حطط لك فايل فيه ميت سؤالي ناو لازم تحلهم كلهم يعني بس كل نقطة هتليني بحط لك تحتها ميت خط كي وحب نقرأ وفيه حاجات كنت نوع تعمق فيها فمش وقت وانت بقى اللي ايه يعني هيفوتك ده بس مش مشكلة انت عايس تتقايد بالمنهج الدرس من اوله خالص بيكلمك عن عاصمة الادارية وده الشكل المتوقع لها وتم انجاز جزء كبير جدا منه والعاصمة الادارية عموما عبارة عن مصر في يوم الايام الكلام ده كان في 2015 في 2015 ده اول سؤال هجيرة في امتحان امتى بدأت فكرة انشاء عاصمة جديدة لمصر بديلة عن القاهرة القاهرة بالنسبة لنا تعتبر مركز ثقافي مركز حضاري فيها متاحف اثار مصر القديمة الى غير ذلك عايزين ننقل منها الوزارات والمراكز الحكومية والزحمة اللي فيها دي ننقلها المكان تاني مكان اداري فبدأت الفكرة دي في 2015 نحن روح نجيب مكان نحط فيه المراكز الادارية والوزارات وغير ذلك ونبدأ نعمله في شكل مدينة كمان يعني تستقبل الناس اللي يجوا ليها وتبقى مظهر كده ايه مكان وجهة لمصر ورؤية لمصر المستقبل فروحنا المكان يبعد عن القاهرة 60 كم شرقا وفي نفس الوقت يبعد عن السويس 60 كم غربا يعني في السنتر ما بين السويس وبين القاهرة لان القاهرة بالنسبة لنا عبارة عن ايه قلب مصر عبارة عن المكان بتاع نهر النيل اللي في المنتصف في الزف شريان الحياة والسويس بالنسبة لنا هي شريان الاقتصاد لان فيها قناة السويس حطينا العاصمة دي في النص املا في النيوم في يعني كمان 20-30-40 سنة المنطقة دي كلها اللي هي شرق القاهرة والحد السويس يبقى اقليم كبير جدا يعني نسكن فيه وفيه معمار سكاني بديل عن نحن متركزين على النيل لا نحاول نفتح شوية شرقا ويحصل الانتداد مننا شرقا فروحنا اخترنا المكان ده وعملنا فيه على مساحة 184 الف فدان كل كلمة مهمة 184 الف فدان عملناهم على 3 اجزاء المرحلة الاولى المرحلة التانية المرحلة التالتة وبدأنا في المرحلة الاولى اللي هي تمثل 40 الف فدان وبدأنا نبني فيها مدينة بمواصفات عالمية مواصفات قياسية جيدة جدا وعملنا في نصها شوريان سميناه شوريان الاخضر او النهر الاخضر يعني عبارة عن مساحات خضراء شاسعة جدا بطول 35 كيلو متر عشان يبقى البنيان حواليها من كل الجوانب عشان يبقى احنا عملنا اي حاجة زي نهر النيل كده بس هو مش نهر بقى مية لا ده عبارة عن شوريان يمدنا بالهوى وينقل المكان ده من الاتربة لانه محدود في قلب الصحراء فعملنا شوريان في المنتصف كده مكان عريض عرضوا تقريبا من 300 متر وبيوسع احيانا لكيلو ونص وماشي بالطول 35 كيلو متر بيقطع المرحلة الاولى ده كلها اسمه النهر الاخضر عبارة عن مكان مليان مساحات خضراء عشان يغزي المنطقة دي وحواليه بقى عملنا اماكن سكنية وعملنا مقرات حكومية والبرلمان هيتنقل هناك وعملنا متاحف نقلنا هناك متاحف اثرية ونقلنا مسلات وعملنا ابراج حديثة على اعلى طراز 20 برج تقريبا فيهم برج الايقوني اللي هو اطول برج في افريقيا دلوقتي واستعنى فيه بشركة صينية عشان تنجزه وبارتفاع 391 متر او 390 متر وفيه 85 طابق ده ده الرؤية العامة لها موجودة فين العاصمة الادارية الجديدة موجودة تقريبا يعني تحدها يمين السويس ومن تحت طريق العين السخنة ومن الشمال الطرق الدائرية في مصر فيها تلات طرق دائرية رئيسية احنا بيحدها من الشمال بقى من غربها كده العاصمة الادارية الطريق الدائري الاقليمي والطريق الدائري الاوسط او الاوسطي ده كده باختصار الدنيا ماشية ازا في العاصمة الادارية بدأناها في 2015 ومتوقع ان ننهي المرحلة الاولى منها قريب جدا والمرحلة التالتة اللي هي نهاية العاصمة الادارية كلها واللي افتتاح الشامل الكبير جدا لو كل المراحل طبع المرحلة التالتة ضخمة جدا 27000 فدان ده هينتهي في 2052 الرقمين دول بسؤالين في الامتحان في الفاينال جه وجه في الكوز بدأت امتى 2015 هتنتهي امتى نهايتها خالص 2052 لكن قريب احنا ارادنا ننهي المرحلة التالتة تقريبا تعال نقرأ مع بعض بيقولك هنكلم عن الحلم والرؤية والركائز الاساسية ليه هنعمل العاصمة الادارية هنكلم عن الاطار الاقليمي موجودة فين عن المنهجية اللي بنينا بها المكان ده ان يكون هي مدينة مستدامة يكون فيها شوية بقى طرق ومواصلات جيدة وتربط مع الشبكات العالمية وغير ذلك بعدها بيقولك تحقيق الرؤية ازاي هنقدر نحقق الرؤية اللي احنا عايزين نوصلها في المستقبل المنطقة السكنية R3 وهيكلمك عن منطقة معينة جوه يعني حي من احياء العاصمة الادارية العاصمة الادارية انا كل ما افتكر معلومة هقولها لك العاصمة الادارية مقسمة لعشرين حي اداري يعني اسمناها لعشرين حتة باختصار فيها مناطق سكنية توسل تقريبا 30% من الارض اللي موجودة على العاصمة الادارية فيها منطقة كبيرة جدا خضراء فيها منطقة كبيرة جدا مهيئة للمشاق فيها منطقة مهيئة للجانب العمل والاقتصادي وغيره او المال والاقتصاد هنتكلم عليه 30% تقريبا من الارض ففيها مش مجرد اماكن سكنية يلا ابني عمير واسكن لا عايزينها مدينة متكاملة فكلمة R3 دي احد الاحياء اللي جوه السكنية وR3 هيجيلك في امتحان سؤال مهم جدا وافتكرني ساعتا بص انا بحط لك نقط على كل نقطة على كل سؤال بيجي في امتحان هايجي يقول لك في الامتحان R3 دي اختصار لايه تقول له Residential Area Residential يعني سكانية Residential حاجة سكانية يعني مناطق سكانية او مساحة سكانية مهيئة للسكن مش للجوانب الاقتصادية ولا اللي بقونا الشركات لا دي منطقة سكانية جوه جوه العصومة الادارية او جوه المنطقة عموما بنسميها Residential Area كلمة دي مهمة جدا وجات في الفاينال وجات في الكوز وبتيجي في حقيقت ايه Residential Area معلها منطقة سكانية R3 و R4 في مناطق كتيرة جدا كل منطقة منهم هيكلمك عن R3 مثلا ويجي في الامتحان دايما يسألك السؤال ده R3 تعتبر منطقة ايه يقول لك منطقة ادارية ولا منطقة بتاعت البرلمان ولا منطقة للحكم لا منطقة سكانية Residential Area هيكلمك عليها شوية تعال ننزل تحت الحلم والرؤية والركاز الأساسية Dream بتاعنا نفسينا نباقية قدام Vision هزاي قدام عاملين ازاي Principles هنمشي على ده بقانه طرق وبقانه مبادئ فبيقول لك بقى كلام عام كده شوية مشي في الامتحان طبعا لا بد أن تعبر العصامة الجديدة عن أحلام وطموحات المصريين تعبر عن مصر الجديدة كما نحلم بها مصر الرائدة مصر العدالة الاجتماعية أنا الأوان للقاهرة أن تستعيد مش أنا الأوان للقاهرة أن نرميها لا هو الملحج بيقول لكش كده إن القاهرة تستعيد مركزها كمركز ثقافي وعلمي وحضاري القاهرة مليانة يعني عبق التاريخ موجود في القاهرة أكتر من ألف سنة موجودة في القاهرة فما ينفعش تبقى ده المكان اللي فيه بقى مجمع التحرير والبرلمان والزحمة لا عايزين ننقل ده المكان تاني والمكان التاني ده يتعمل بمعايير جديدة كمان تساعد أن ننقل لها سكان لو أنت متعرفش العصامة ده لها يتنقل لها ستة ونص مليون مواطن هيروحوا يعيشوا هناك فالمكان مش مجرد حاجة كده سورة ناخدها جنبها لا ده يقاسكم فيها عادة هتخفف الحمل السكاني الموجود في مصر سبعة مليون تقريبا أو ستة ونص ولو جي في انتحان وقال لك سبعة سبعة لأن السؤال ده بيجي في انتحان مرة يسألك يقول لك هيعيش عليها كم واحد من المواطنين تقول له ستة ونص مليون مواطن أو نسمة طب ممكن يجي يقول لك في مرة ويتلاقي الاختيارات ما فاش غير سبعة أيوة تقريبا سبعة سبعة مليون هيبقى فيها واحد ونص مليون وحدة سكنية الأرقام دي هتكررها كتير فهتحفظها يبقى العاصمة الإدارية هي أرقام سهلة أصلا هيوفر فيها واحد ونص مليون وحدة سكنية يعني شقة يعني مكان للسكن الواحد ونص مليون وحدة سكنية هيسكن فيهم ستة ونص لسبعة مليون بني آدم فهي ده اللي هيفدنا فيها بقى ونقن لها الأماكن الإدارية والشركات وغيره ونخلي القاهرة مركز ثقافي ونطور فيه ويبقى مظهر عالمي يعني يبقى مكان جيد كمان مش بس اللي سكنين فيه سكنين فيه وكمان احنا هنخفف الحملة عنها لكن مايبقاش فيها الزحمة بتاعت الوزارات والمراكز الحكومية عاصمة تعبر عن مصر المستقبل وجايب لك بقى ايه ان احنا عايزين يقافي عدالة اجتماعية تعزيز الانتماء عمران جديد وجايب لك كل صورة تعبر عن عكس ده يعني عدالة اجتماعية عايزين مايبقاش فيه عمالة للاطفال جودة الحياة مش عاديين يقافي عشوائيات الى غير ذلك هيجي في الانتحان يقول لك العاصمة الادارية الجديدة بتسعى ان احنا نبقى فيه ايه يقافي عدالة اجتماعية ويقافي حياة كريمة الى غير ذلك هتشوف كل ده في الانتحان في الاختيار في الاسئلة يعني خلينا نكمل بص جاي نركز معايا دي الخريطة ركز بقى ده الطريق الدائري الاوسطي اللي في النص ده الطريق الدائري الاقليمي اللي انت تطلع عليه غالبا وانت تماشي مسافر الاسكندرية ومطروح بالحيتة وانت مسافر لأي محافظة بعيدة بتطلع على الطريق الدائري هو ده طريق الدائري الاقليمي والطريق الدائري الاوسطي بص بقى من اول الاوسطي ده المدخل بتاع وفيه تحتنا طريق العين السخنة المداخل ده هي اللي بتوصلك للعاصمة الادارية هي دي بقى العاصمة الادارية ده مش العاصمة الادارية كلها ده المرحلة الاولى من العاصمة الادارية ده أول قطاع منها المدخل بتاعك هو وهتلاقي بقى أماكن سكنية من غير ما نشرح مش عايزين نخش في تفاصيل ده اللي كنت هعمله في الفيديو لو هيطلع أربع ساعات كنت همسك لك كل حتة وحلل هالك بقى لا مش وقته انت اللي خسران والله فهتلاقي هنا بقى مناطق سكنية وماكن للحكم والأصر الرئاسي والبرلمان والوزارات المختلفة والسفارات كلها تتنقل هناك فهتلاقي مكان كده يعني ايه محترم زائد ان فيه أماكن سكنية كتيرة هي دي العاصمة إدارية كل المنطقة دي يجي يقول لك في السؤال خلي بالك بص هنا ده طريق السويس طريق قاهرة السويس يعني هيودك على السويس السويس على يمين هنا بس قدام شوية يجي يقول لك العاصمة إدارية محدودة بإيه تقول له شرقا أو يمين هكده السويس ومن تحت طريق العين السخنة ومن الشمال الطريق الدائري الأوسطي والإقليمي والأوسطي الأوسطي اللي بعيد شوية ده العاصمة إدارية تقع فين تقول له أو يحدها إيه يحدها سويس وطريق العين السخنة والطريق الإقليمي الطريق الإقليمي بنترجمه إيه أو الطريق الدائري الدائري يعني ring حاجة دائرية ring road دي الطريق الدائري ممكن نقول middle ring road الطريق الدائري الأوسط أو الطريق الدائري الإقليمي regional ring road طيب assessment بيقول لك بقى خلي بالك الرؤية يالفنا بين كلمة رؤية ورسالة خدها مني برا الدرس أصلاً، كلمة رؤية ورسالة الرؤية اللي احنا عايزين بقى قدام عليه عايزين بقى قدام عاملين إزاي؟ يقول لك حلم يعني بص حلم خزعبالي كبير جداً وخطير وحاجة كبيرة أوي. طيب الرسالة احنا إيه اللي بنعملها دلوقتي فهدف وصولنا للرؤية دي. عشان كي يقول لك الرؤية تحرق الرسالة. يعني إحنا كماشين دلوقتي بالرسالة اللي بنعملها دلوقتي حالاً اللي احنا سليمتي بنتبعها دلوقتي عشان نوصل فيه من قبل لتحقيق الرؤية. فبنمشي وفق ما يؤدينا للرؤية دي. فالرؤية هي التي تحرك الرسالة. الرؤية بتاعتنا عايزين نبقى ايه؟ عايزين انشاء مدينة عصرية حديثة. تؤسس لحضارة مصر العريقة. طبعا فيه غلطات كتيرة. كل دي تأت مربوطة ايه. وتقدم للعالم نموذجا حضاريا وانسانيا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر. يعني كلام كبير اوي من لنمية صديقة للبيئة. مستدامة. وفهمنا يعني كلمة مستدامة. يعني انت فاهم الكلمة. مفوت صستينة بلدين. انت باقيه فاهمها من درسين الاوانين. وتحترم وتحترم شخصية الزمان والمكان. طيب تعالي بس اول حاجة بقى ايه؟ قالك سيتي جولز. اهداف المدينة. المدينة مشي عشان تحقق ايه؟ اهم حاجات اللي جاي دي. كلها عليها سئلة. واحد هيدي لك سبع اهدف تقريبا. اول هدف مدينة خضراء. جرين سيتي. ايه؟ يعني مدينة خضراء. يا فيها مساحات خضراء كتيرة. في المتوسط عندنا في القاهرة دلوقتي كل مواطن قدامه ما يقرب من واحد ونص متر مربع من المساحات الخضراء. خلي بالك من نقطة دي. يعني بتتأسس زاي. المفهود المدينة لو فيها ميت مواطن يبقى فيها مساحات خضراء اكبر من لو فيها خمسين بس. كل ما العدن بتاع المواطن يكبر مفهود فيه مساحات خضراء تكفيهم اكتر. فبنقسها ايه؟ بنقس من هذا هذا على هذا هذا. ونشوف كل مواطن قدامه قد ايه مساحات خضراء. في القاهرة دلوقتي واحد ونصف متر مربع لكل بني ادم. المدينة للمدينة العاصمة الادارية هيبقى فيها خمستاشر متر مربع لكل فرد. فقالك ده نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والحضائق والاماكن المفتوحة. فده يتعدى نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة المعايير العالمية لجودة الحياة. اللي هي كيام خمستاشر متر مربع لكل فرد. المعايير العالمية اقل من كده كمان. فاحنا هنعديها. فاهم الفكرة. فدي اول حاجة. مدينة خضراء. هيجي اسألك في الامتحان. الامتحان ما جاش فيه ارقام كتير. عايز اقول لك حاجة. في اسئلة على الدرايف. انا واخب منها على الفكرة وهي كويسة جدا. راجل محترم. تريد ما اسمه له اي حاجة. اي عبدالله تقريبا. ولد محترم. عامل اسئلة كتيرة وكده. بس سائل على ارقام. والامتحانات عمرها ما سألت على ارقام. في دي على اقل. يعني اللي انا بقولك عليه ما سألتش فيه على ارقام. ما تهتمش بيه. بس هنحله مع بعض برضه. 15 متر مربع. دي ايه المساحات الخضراء اللي موجودة في المدينة دي لكل مواطن. طيب. الهدف التاني. الهدف التاني. الهدف التاني. انها بيقى فيها توفير واستدامة بشكل واستخدام بشكل جيد. المخلفات بيتم اعادة تدورها. الرقم ده جالك في الاسئلة اللي جاية هنا هو. بس مش يجي في امتحان غالبا. 70 في المية من اسطح المباني تغطى بوحدات الطاقة الشمسية او الزراعات. عايز اقول لك حاجة مهمة. الارقام دي لو حاولك تحفظها وخلاصها تتعب. خليك عندك سنس. احنا عايزين نقول ان اغلب المدينة. اكيد هنحاول نخلي اغلب المدينة بتولد طاقتها بنفسها بشكل متجدد. ف70 في المية. بص الرقم حلو ازاي. 70 في المية من اسطح المباني متغطيها بوحدات الطاقة الشمسية. و المساحات الخضراء. ايه واحدة تنسى الكلمة دي. ان يجي في امتحان يقول لك الطاقة الشمسية والمساحات الخضراء تطلق با تقول لي ايه ده. مش الطاقة الشمسية بس. لا والمساحات الخضراء. اجمالي الاثنين اللي على السطوح من فوق يقيمة وحدات طاقة شمسية. ايه اما مساحات خضراء او الاثنين. الاجمالي كم من المنازل فيها الكلام ده. 70 في المية. فييجي يقول لك الرقم ده يسألك عليه. او يسألك اصلا المدينة وفوت بأسستينابل او يقول لك يعني ايه سستينابل. كل ده هنفهمه بالفهم. 40 في المية الرقم ده وميز اوي. اربطه بالعجلة كده. 40 في المية من شبكة الطرق اللي موجودة جوه المدينة. تخصص للمشاة. والدراجات. عشان كي يقول لك الهدف التالت. مدينة قابلة للمشي. نقدر نمشي فيها بحرية. في مساحات مفتوحة. مش كله عربيات في عربيات. يرعى بها تواصل احياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات. 40 في المية. يبقى 70 في المية عليها وحدات طاقة شمسية. 40 في المية للمشاة. وفوق خمسار متر مربع. المساحة خضراء لكل مواطن. انزل. 30 في المية بقى هنبني عليها. طب هنبني عليها ايه. واحد ونص مليون واحدة سكنية. هي دي تلاتين في المية. عشان كي قلت لك. تلاتين في مية ده رقم سنسة قوي. فيه فيه منطقية. لان احنا مفوت من المدينة ما تبقاش كلها بنا. فوت فيها جانب اقتصادي. جانب شركات. جانب مساحة خضراء. ما يفعش يبقى مية في مية من المدينة بنا. ده عك. ده معماريا. كلام بايز جدا. فاحنا بقول تلاتين في مية فقط للبنة. وده رقم بالسنسة كده حلو. اللي هو عبارة عن قد ايه. واحد ونص مليون شقة. او وحدة سكنية. مكان للسكن. ده اللي هو بنسميه ليفابول سيتي. يجي في منتحالها على فكرة يدمج لك كل دول في سؤال واحد. يقول لك هدفنا في المدينة في العصمة القدارية ان تكون ايه. ليفابول تقول له اه. جرين تقول له اه. ووكابول تقول له اه. جالك كله في نفس الاختراض تم ايه لو قول. طيب جميع انماط الاسكان بنفس معايير جودة الحياة والخدمات المختلفة. اهو دي. حط عليها عشرين خط. لان هيجي عليها سؤال بالانجليزي. يقول لك هل القطاعات الاماكن المختلفة جوه العاصمة. يعني في منطقة بتكون عالية اسكانها عالي الكثافة. يعني هي عالي الكثافة. ركز في الكلمة دي. عالي الكثافة يعني المساحات بتاعت الارض اللي هو الشقة نفسها صغيرة. وبالتالي بنعمل عمير طويلة. ادوارها عالية. ركز في حتة دي. دايما في علاقة ترضية بين اتنين دول. تعمل ادوار عالية. يبقى اكيد المساحة صغيرة. يعني بتعمل مساحة الشقة ميت متر مثلا. نعمل عمارة عشرة دوار. لكن لو المساحة بقت الشقة وسعت قوي. من اضطار نعمل العمارة ادوارها اقل. طيب وسعت جدا. تلتمائية خمسين متر. اكيد مش نعمل عمارة. الشقة الوحدة فيها تلتمائية خمسين متر. لا. ده مش مش حاجة شائعة. هبنعملها فيلال بقى. فعشان كده بنقول ان عالي الكسافة الاسكان عالي تلت انواع. اسكان عالي الكسافة. متوسط الكسافة. منخفض الكسافة. العاصمة فيها التلت انواع. فيها اماكن. عالية الكسافة يعني عماير طويلة بشوى صغيرة شوية. ومتوسط الكسافة يعني عماير اصغر في الادوار. بتبقى تقريبا لحد سبع ادوار او حاجة سبعة ادوار. حلو. دي بتكون ايه? مساحتها واسعة شوية. بنسميها متوسط الكسافة. منخفض الكسافة بيكون دورين. دورين بالزبط. اللي هو ايه? فيلا. دور والفوقي والروف. بيكون من متين لتلتمائية وخمسين متر مربع. حلو. اللي عاصمة فيها التلت اشكال. بس طبعا متوقع ايه? ان الاغلبية المتوسط. ده ده الافريج. ده حاجة حلوة. مش وحشة ومش يعني حاجة كده مش وحشة وفي نفس الوقت مش اللي هي هاي قوي زي الفلل. حاجة في المتناول. واللي وراها العالي الكسافة لان ده محتاجينه للعمال. وللناس الدخل متواصلين الدخل او غيره. وخمس صور في مئة ان ده للاغنية جدا. اللي معهم فلوس يجيبه فلل بقى. فبيقول لك بقى النقطة مهمة. ان هناك مفيش مفيش حتة التوزيع للخدمات. ما بيعتمدش على نوع الاسكان اللي انت فيه. كله بياخد نفس الخدمات. ده سؤال في المتحان. جميع انماط الاسكان بتاخد نفس معايير جودة الحياة. والخدمات المختلفة. هيجي في المتحان يقول لك. بياخده ايه؟ تقول له بياخده نفس او تقول له نفس الخدمات. السؤال ده جيه في الفاينال. وجيه في في الكوز. كام واحدة سكنية مليون ونص جات في الامتحان. هيسكن فيهم كام ستة ونص مليون بني ادم. او سبعة حسب اللي كي لك في الاختيارات. الهدف السادس نيقى فيه المدينة كلها مربوطة بشبكة نقل كويسة. توفر جميع شبكات المواصلات. او المدينة توفر دولة او هي توفر جميع شبكات المواصلات لجميع فئات المجتمع. يعني كل المواصلات موجودة. مترو مترو الانفاق. الاثورة. العربيوات. حاجة اسمها المونوريل. او اللي هو القطار المعلق اللي فوق ده اللي هو الشكل ده. ده القطار معلق. او بيقاماش على اطبان في سكة واحدة كده. او اللي هو الوتوبيسات العادية او الكلام ده كله. هنعرفه ان شاء الله. او بنسقفيس الوتوبيس اسمه الوتوبيس التردودي. الوتوبيس التردودي ده بيجي عليها فكرة اسئلة في الامتحان. وهو اوتوبيس كده بيقابل للفرد كده. بيقدر يشين عدد كبيرة جدا من الناس. وبتلاقي فيه يعني كوننكتورز كده في النص. تقدر تفصل بها الوتوبيس وتركب فيه عربات ازياد. حاجة كده اقتصاديا وكترانسبورتيشن فكرة عبقرية يعني. هيتطبق هناك. وهيتطبق على فكرة بقية الجمهورية. وبدأ تطبيقه بالفعل وبنبني فيه حواري خمسين محطة حاليا على مستوى الطرق الرئيسية. الاختصار بتاعه بي ار تي. كلمة دي مهمة مهمة جدا. بي ار تي اختصارها بس رابد ترانزيت. بس رابد ترانزيت. بس يعني اوتوبيس رابد يعني حاجة سريعة. اعتبلها كلمة ترددية. اعتبلها كده. فهو اسمه الوتوبيس الترددي. يجي في بي ار تي اختصار لي ايه. في علم النقل بقى والمواصلات. تقول اختصار بس رابد ترانزيت. هيتوفر هناك ولا لا. اه يبقى عايزين المدينة تبقى كونكتد. كونكتد سيدي. ده من الهدف ده الهدف الايه ده الهدف السادس. او اللي مش عارف ده رقم ستة ولا خمسة. خمسة تقريب. يرعى بها تدرد جميع شباكات النقل والمواصلات. قطار مترو ترام ترولي باس تاكسي. كله موجود. طيب. الحقيقة الهدف السادس يبقى اللي فوقه ده كان خمسة. انها تكون سمارت سيتي. كل ده عليه اسئلة. والسئلة ما فهم خلص. ما فاش اي حفظ. طيب. تتوقع هنا. بص بقى. تتوقع هنا. عايزين اغلب المدينة يكون متغطي بالشبكة بشبكة المعلومات ولا قليل. يعني تلاتين في المية. لا طبعا سبعين في المية. زي الطاقة كده برضو. فهنا سبعين في المية. فالارقام مش بس حفظ. يعني فيها فيها سنز. سبعين في المية من مساحة المدينة تغطى بشبكة المعلومات العالمية. اتصالات بقى وجودة بقى في الارسال والشبكات والقنوات الفضائية والاقمار الصناعية وغير ذلك. ونظام القامارات والمرأبة وانظمة الحريق وانظمة الاطفاء وانظمة مش عارف ايه. بص انز قرب. تلاقي كل الانظمة الحديثة. الانذار والحماية. التحكم في انارة الشوارع. شبكات الكهرباء. منظومات العددات الزكية. كهرباء والغاز وغيره. التكييف المركزي. الشبكات التلفزيونية والقناة الفضائية. نظام الاستعلامات والصيانة. كل حاجة موجودة هناك بشكل اوتوماتيك. مش يجي اسألك على التفاصيل دي طبعا. هو يقول لك انها تكون ايه؟ تقول له سمارت سيتي. سبعين في المية منها مغطى بشبكة المعلومات العالمية. طيب. الحاجة اللي وراها الهدف السابع ان تكون مش بس مدينة للسكن. لا احنا عايزين مدينة للسكن وبيجي فلوس. فهي مدينة الايه? الاعمال. بيزنس سيتي. طيب. قال لك ايه بقى متوقع ان يكون اغلبية ولا رقم قليل? لا رقم قليل شوية. تلت المدينة او قريب منها تلاتين في المية من المدينة يخدم قطاع الاعمال والمال. شركات بقى وبيزنس ومقرات حكومية وغيره. مدينة الاعمال بيزنس سيتي تلاتين في المية منها بيكون في قطاع شركات وغيره. بيقول لك تحت اهو المدينة مركز للمال والاعمال. مش عارف ايه في القاهرة الكبرى. اه حتر مهمة اوي. قرب كده. احنا موقع العاصمة موقع خطير. قال لك يخدم اقليم القاهرة الكبرى واقليم قناة السويس. اهم مكانين في مصر كلها موجودين على الخريطة كده هتطلع شوفها. هتلاقي ان دلتة نهر النيل. فقلبها القاهرة. ده والنيل ده عبارة عن شريان الحياة. شريان هو اللي بيمد مصر بالحياة اصلا بشكل يعني رئيسي. هو الناس كلها متمركزة حواليه. شرق شرق مصر بقى اقليم بنسميه شريان الاقتصاد اللي هو قناة السويس. بتدينا تقريبا اكتر من 15% من الدخل القومي بتاع مصر. فتا رقم خطير جدا يعني. فالرقم ده المكان ده اسمه شريان الاقتصاد والتاني شريان الحياة. حطنا العاصمة في نصهم بالزبط. في نص في سنتر الدائرة اللي بتمر شرقا بقناة السويس او باقليم السويس. وغربا بتمر بالاقليم القاهرة الكوبرا. عشان يبقى العاصمة في النص. واملنا ان المنطقة الشرقية دي كلها تتملي في المستقبل بالاسكانات والمدن الجديدة حتى من النهاردة. مادينتي وبدر والشروق والعبور كل دي في المنطقة دي. عشان ايه? عشان مصر اصلا بتتسع شرقا. غربا كلها صحرا. حب نتسع شرقا عشان نوصل للإقليم الاقتصادي. ونوصل الاقتصاد مصر بشريان الحياة بتاعها. فيه وصلة كبيرة جدا في المنطقة دي. وهو دي عبقرية العاصمة الادرياء كموقع يعني. فمن فكرة ايه? اهو. احنا حطناها هنا هو عشان تربط كل الأقليم دي بعض. تكوننكت كل الحاجات دي. وكمان خلي بالك اللي تحت دي مقصودة. لان انت عايز في الاخر تعمل طرق قطار سريع مثلا تجيب الناس من اقليم قناة السويس اللي هو ممكن يكون قريب منه الغردقة وشارم الشيخ والاماكن السيحية دي. توصلهم في تلات اربع ساعات. يعني نص اقل من ربع اليوم. توصلهم للقصر واسوان عشان يزورهم من الاماكن السيحية. كل ده احنا بنكوننكتو عن طريق العاصمة الادرياء اللي هتكون مركز لإدارة البلد. الاطار الاقليمي. تعال نشوف. ادي اه 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 ارى كده معي. انا هنطول اوه. اه والله بصد مش عارف. ادي القاهرة. هنا قناة السويس. حطنا العاصمة في النص. دي المرحلة الاولى منها. هي دي الفكرة تعتها. ومحدودة بالطول اللي قلنا عليها. مش هيجي لك اسئلة في الكلام ده. عايز يزبط لك هنا في الخريطة نديدة سنة 68 لحد الفين مصر ايه القاهرة كانت كده. فجأة اعمالها تكبر في اتجاه اليمين. اتجاه الشرق. النمو عندنا شرقي. في اتجاه الشرق. السؤال ده جاي في امتحان. نمو القاهرة الكبرى. النمو بتاعه في الاسكان والمعمار. الشرقا والغربا شرقا. كل عمل يتجه ان يبني شرقا. فعشان كده احنا روحنا العاصمة اقدارية في الشرق. مش في الغرب. اهو بيقول لك اهو في الجملة حتى النمو العمراني. بالنطاق محور الشرق وغرب القاهرة على المستوى القومي. زيادة اتجاه النمو وناحية الشرق خلال اتجاهات نمو القاهرة بالقرن الماضي. عشان كده احنا عملنا العاصمة ايه? مركزية الموقع بين القاهرة واقليم محور قناة السويس. هذه العاصمة في النصة هي. يمنها اقليم قناة السويس. وشمالها ايه او شرق او او غربها اللي هو الاقليم القاهرة الكبرى. خلي بالك بقى. الحاجات اللي جاء دي في المتحان. المسافة بينها هي اك انها سنتر دايرة بتمر بايه? بتمر بالقاهرة والسويس. سنتر دايرة دي نص خطره كان ستين كيلو متر. المسافة بين العاصمة وبين قناة السويس او اقليم قناة السويس المودر اللي فيه ستين كيلو متر. ستين ستين ستين. طب بينها وبين القاهرة ستين برضو. احيانا ممكن يقول لك عليه اقل من ستين. بس هو ستين. السؤال دا برا تأكد منه من الدكتور. هي المسافة المكتوبة هنا ستين كيلو متر. بس الموضوع دا مش على الخريطة بيقى فيها ايه? في حدود مختلفة. ايه تعريفك للقاهرة الكبرى? هل هي ادنى اسكان موجود فيها? فده بيختلف. الموضوع مطاطي شوية. ما فيش نرق. ما فيش صور بنقول بعدين نديك قاهرة. لا الموضوع مفتوح شوية. فعشان كده ممكن تلاقي ستين في مرة. ممكن يجيلك في الاخترارات خمسة واربعين. خمسين. دي تتأكد منها من الدكتور بقى. ما اقدرش اقول لك يا تبقى صح والغلط. لان فيه سؤال فيه اشكالية هبقى لك عيام ما يجي. دي نفس الخريطة العاصمة ادرايا في النص اقليم قناة السويس وهو ادي السويس وهنا القاهرة الكبرى اللي هي تشمى بقى القاهرة ومعها الجهزة والحيطة دي. يعني اتجود على بعضه. التأكيد على دور العاصمة القاهرة كمركز اقليمي لشرق القاهرة للتكامل مع العمران القائم. ومركز اداري ومالي بين القاهرة الحالية هو اقليم قناة السويس. هو ده هدفها. سنتر بين الاتنين دول تربط ما بينهم. يعني املا منها ان تعمل توسع في المنطقة دي كلها. خلي بالك. المدن هي كمان هتربط المدن الجديدة ببعض. لعشر من رمضان. اسمها ايه? مدينتي. الرحاب. الى غير ذلك. بس عشان بس ما نطولش. مدينة حتى مدينة ستة اكتوبر. هتخش معنا على الخط. هنعمل مواصلات تربط بين كل ده ببعضه. هنعمل قلب القاهرة يبقى قبضة واحدة كده. طيب. ده مش هيفيدك خالص. ما فيش ايه كلام هنا محتاجي في المتحان يعني. او ممكن نقرأ برد. تعال. خلي بالك. هنا بيقول لك ادي العبور. ادي العشم من رمضان. ادي مدينتي. خلي بالك. المستقبل. خلينا نقرب كده شوية. عشان ساعات كده بيجي اسئلة على الحيثات دي. بدر. وهنا المستقبل. وهنا الشروق. القاهرة الجديدة. طريق 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 بن زايد. دي العاصمة الادارية هي. تطريق العين السخنة اللي قلنا عليه. اللي بيحضها جنوبا. وده السويس اللي بتحضها شرقا. وهنا بيحضها غربا زي ما قلنا الطرق الدائرية. اللي اتنين. احنا بقى زي ما قلنا حطنا في النص كده وهو قال لك تحت ايه? علاقات الانشطة القومية والاقليمية بمحاور الحركة والاتصال. يعني حطنا في وسطة اماكن فيها ايه شبكة نقل جيدة. سواء جوا او بحرا حتى. المطار وميناء العين السخنة او قناة السويس وطرق الاقليمية والرئيسية. في مركزها يعني خطير. موقع الانشطة اللوجستية. كلمة يعني لوجستيات. ان انا اتحقق اعمل نظام او هيكلة او ادارة لتوصيل الحاجة من اماكن انتاجة الاماكن استهلاكة. ده بقى ابسط تعريف. ومنافس بيع الجملة. والتجزئة. ومش عارف ايه كلام ده بسخة. بسيط جدا. مش هزين نطول فيه. نفس الكلام قدية الطريق الدائري. خلي بالك من النقطة اللي جاية دي. ان احنا عملنا حاجة روعة جدا. شقنا المدينة من نصها كده هو. خلي بالك اللي في الصورة قدامك ده هو المرحلة الاولى فقط من العاصمة قدارية. التكمل اللي ورا لسه هنبنيها قدام. حلو طريق قاهرة السويس من فوق. طريق العين السخنة من تحت. غربها الطرق الدائرية زي ما قلنا. شرقها السويس. حلو. قمنا جايين في نص. شقينا الطريق من نص كده بحاجة اسمها ايه? النهر الاخضر. النهر الاخضر. اللي هو عبارة عن مساحات خضراء شاسعة. طولها خمسة وثلاثين كيلومتر اللي هو الفتاع الاخضر اللي في النص ده. عشان يغزي المدينة دي كلها بالأكسجن بقى. بالمرافق السياحية. والمناظر الطبيعية والاماكن الترفية وغيره. وبيعبارة عن يعني حافة او ديل. وهارت في القلب. وهد ومقدمة او رأس. وهارت ده اللي بيكون في مركز الحكومي والوزارات والأسر الرئاسي وغيره. فاهم? وبيطلع منه الافرع كأنه هو عزي الوردة كده. كأنها وردة مع عوجة شوية. بيطلع منه بقى وديان او افرع كده. هتلاقيه حتى كتب لك فوق وديان جرين سيتي. المهم يعني بيطلع منها كده زي افرع زي افرع الوردة كده. كل فرع من دول بقى هو اللي بنيعمل فيه حاجة معينة. فاتليه كتب لك هنا ده الفرع الاول التاني التالت الرابع. كل واحد من دول هيتعمل فيه اما بقى اسكان او اما قطاع حكومي او اما قطاع الاقتصادي او اما مكان فيه ووزارات وغيره. وهتليه كتب لك ده بتحت بالتفصيل بقى. اقرأوا بس نمشيك عليها سئلة. او ممكن يجي يقول لك ايه اللي مش موجود. ودي الحكم. بص كل واحد من هنا جايب لك تحت الكلام عليه. الاول حاجة دي ثقافة. متاحف ومسارح ومكتبات. ودي المعرفة. جامعات وابحاث. ودي الامل. صحة وعلاج. ودي الحياة. الترفيه والرياضة. ودي التخطيط. اللوجستيات. زي ما انت كتب تخطط. تجيب الحاجة منين وتوديها فيه. ودي العدالة. المحاكم والنيابة والامن. ودي المعلومات. الاتصالات والاعلام. ودي الاخضر. البيئة والطاقة المتجدد. كل دي حاجات موجودة قدامك ايه. انت اربطهم ببعض بقى لو عايز بس مش يجعليها في الامتحان حاجة يعني. وممكن يجي قولك ايه اللي مش موجود هنا. احنا هنبني در للأبرة. وهنبني مستشفيات واماكن علاجية. وهنبني استاد عالمي على مواصفات عالمية. لكن مش هنبني طريق. مش هنبني مكان للسباق السيارات. مش هنعمل كار ريسنج رود مثلا. مش هنعمل ده. تيجي متحان يقولك اي من ماتي لا يعد حاجة من اللي هيتسعمل في العاصمة الإدارية. تقوله طريق الاستباق السيارات. ده سؤال متكرر جدا. جميل. حاجة مهمة قوي تعرفها بقى. في حاجة اسمها تي او دي. تي او دي. اختصار ايه؟ ترانزيت اوريانتد ديفيلوبمنت. احنا لما عملنا النهر اللي اخدر ده في النص عملنا النظام كالقاتي. كل الناس عندنا نظام كده سهل يا جماعة عشان تفهموه. الهدف بتاعنا دايما نوصل للقلب. عايزين لما نيجي دخلين من العاصمة الإدارية. دي بقى الدنيا سلكة 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 لحد ما نخش للقلب اللي هو عبارة عن المكان اللي اخدر ده. اللي هيكون مليان بقى حضائق ومركز المدينة. زي في اغلب المدن الاوروبية. فدايما بنخلي التركز السكاني الاعلى بيكون على حوالين القلب ده. وكل ما نطلع لبرا يقل في التركيز السكاني. يقل في التركيز السكاني. عشان اللي من جوه يحب يخرج يخرج بسهولة. لان هي ايه؟ متدرجة. وكل ما يطلع لبرا بيلاقي على اطراف المدينة الدنيا قريق. واللي جاي من برا يلاقيها ريئة الحد ما يوصل للقلب ده. فده بنسميه النظام ده في البنى انه نعمل التركيز السكاني الاغلب على النهر الاخدر ده اللي في النص. وكل ما نطلع لبرا يقل التركيز السكاني. ويقل العدد العماير ويقل الارتفاعها كمان على فكرة. عشان لما تيجي تبص المدينة تلاقيه بالشكل الدراماتيكي اللي بتشوفه ده. لو عملنا اللي برا هو اللي عالي وكفيف مش هتشوف اللي جوه اصلا. وتيجي داخل تتزيني ويبقى جوه كأنها صحرا. ده عاكة طبعا. لقى العكس هوه صحيح. والنظام ده بنسميه تي او دي. ده نظام في البنى. في البنى الحديث في الاربنينج. جميل او في التعمير. تي او دي اختصار لي ايه بجي في نتحان يقولك اختصار لي ايه؟ سؤال ده جي كتير جدا. اختصار ترانزت او التنمية الموجهة. احنا بننمي المدن بشكل موجه. لكنه ماشي في اتجاه معين. التوزيع السكاني بيمشي من جوه لبرا. جوه اعلى يقل خروجا للخارج او وصولا للخارج. بيشرح لك كل ده بقى. تأتي فكرة المشروع من خلال تقديم مفهوم رئيسي هو ان الحي السكني ليس مجرد منطقة اسكان وانما مكانا للحياة. كلام نظري. مش هيجي في نتحان. تفهمه اصلا. منه تنبع وتتدفق تفاصيل الحياة اليومية لقاطنيه. الناس العايشين فيه يعني. وتسير في شرايين ومثلما كانت دائما المدينة المصرية ده كلام انشاء. يعني مش وقته نشرحه. تؤكد رؤيتنا لمدينة وديان على مفهوم العدالة الاجتماعية. وتمتع ساكنيها بجودة حياة. بحيث تعبر عن احلام وطموحات المصريين. كل ده زي ما قلت لك كلام نظري. مش هيجي لك في امتحان. كان نفس اشرحه والله. مدينة خضراء مستدامة. حياة بمفهوم جديد. مدينة الوديان والواحد. طيب. من هذا المفهوم الحتة الجادية حلوة بقى. ان الفرع اللي في النص الرئيسي ده. هيتفرع منه افرع فرعية على الجنب. وهي دي اللي هنبني فيها. عبارة عن حاجة اشبأ ما اشبأ ما تكون بالوديان او بالواحد كده. وادي شقينا طريق. كناها زي ما قلت لك زهرة كده. شقينا منها طريق وعملنا فيه مكان معين. وادي معين. في الفكرة ايه؟ يجي في انتحان يقولك تتكون العاصمة ادارية من مراكز مستقلة بذاتها مكتبع مع بعض. مربوطة ببعضها. يعني المركز ده في كل الخدمات. وده في برضه كل الخدمات. ما فيش واحد منهم فيه مثلا كل حاجة والبقائين بياخدوا منه. لا. فيش حد بيدبند على التاني. كل مكان مستقل بذاته. بنسميه self-contained اهم سؤال هيجي في انتحان. يقول لك الاجزاء الرئيسية جوه جوه العاصمة الادارية. ما لها؟ تقول له self-contained. الاجزاء دي بنسميها ايه؟ بنسميها انوية اسكانية. او انوية معمارية. يعني انوية جمع نواية اللي هي نيوكليس. فيقول لك العاصمة الادارية تتكون من ايه؟ وبتكون ايه؟ تتكون من نيوكليس؟ نيوكليس او اللي هي انوية. وكل واحدة فيه معبارة عن self-contained. مستقلة بذاتها. بس كده. السؤال ده مهم جدا كمان. الوادي منطقة سكانية بمساحة تتروح من خمس تلاف فدان لخمس اول الف فدان الى اخيرية. الواحة هي المنطقة المركزية لكل وادي. تتكون من حديقة مركزية ومنطقة خدمات مركزية لقاطين الاحياء السكنية. طيب. ده كلام جميل. مش يسعلك على التعريفات دي كلها طبعا. بيقول لك بقى ان احنا ايه؟ في اسكان عالي الكثافة زي ما قلنا. ده اللي هو المنطقة اللي متلونا بالبني. البرتقاني دي متوسطة. الفتحة شوية دي منخفض الكثافة دي بكون فيلل. كلها بتكون فيلل. طبعا. يعني نفط كل نسبتها اقل زي ما انت شايف. اغلب المدينة متوسط. ويليها العالي الكثافة. يليه الايه؟ منخفض الكثافة. طريق العين السخنة. طريق دائر الاقليمي. طريق دائر الاوسطي. السويس من الشرق. وده كله اسمها المرحلة الاولى من العاصمة الادارية. دي مش كل العاصمة الادارية. ده اللي هيتعمل في المرحلة قريبة بس. توزيع الكثافات. قالك تعتمد الفكرة السية لتوزيع الكثافات بالمخطط على مفهوم تي او دي. لش رح تقولك. بحيث تتدرج الكثافات الى الايه؟ الى الاعلى كثافة باتجاه الشرين الاخضر. وبعدها تقل ثم منطقة الاستخدامات اقل كثافة ثم الاسكان عالي الكثافة. وثم متوسط الكثافة يعني ايه؟ كل ما تخرج لبرا بتقل الكثافات. عشان يبقى الدخول للمدينة سهل والخروج منها سهل. ويبقى التركز الاكبر حوالين النهر الاخضر. الفكرة ايه؟ ده المكان الرئيسي عشان كده اغلى الكمبوندات اللي جوه بتكون حوالين النهر الاخضر. دي اغلى اماكن تشتري فيها. فكرة لو عايز تعرف لنفسك يعني. دي كنت هولوك في فيديو كبير والله. الاسعار اللي هناك المتر يبدأ من خمسة عشرين الف. خمسة عشرين الف اللي المتر. وشواء اجمالا يعني ارخص حاجة هناك كنت لقى اثنين ونص مليون. نين ونص مليون فيه شواء هناك فعلا انا ممكن اشتريها لك. نين ونص مليون. واغلى شواء ممكن توصل تمانية ونص او تسعة مليون جنيه للشقة. يعني اسعار في المتناول يعني. المهم. المهم مش قادرة اتحي. عندي برده اصلا. فالمهم. بس. بس مقابل الخدمات اللي هتخدها طبعا الموضوع هناك هيبقى تحفة يعني. بشكله خطير. ده التأسيبات اللي من جوه. كل القطاع من دول زي ما قلنا حي كامل. بيكون جواها مناطق سكنية او حي للبيزنس او غيره. اعفك الموضوع جوا مش كله طبع الحكومة. فيه شركات خاصة. عام لكم باوندات جوا خاصة بيها هي وبتسوقها الصالحة. وده طبيقة زي ما اخدنا في الفكسن. ده شراكة من القطاع العام والخاص. ده النهر الاخضر في النص. حتري مهمة جدا يجي يقولك في امتحان. بس ما جاتش في امتحانات رسمية. هي جات في اسئلة الده بمكتر الى كله بطريق عليه. اسئلته كويسة والله. ان ده النهر الاخضر ده مقسم لسبع حتة رئيسية وين ده يسألك عليه؟ سبع حتة رئيسية. الحديقة العامة مش عارف حديقة فيها متاحف حديقة فيها مش عارف ايه كلام من نوع ده. وفي اخر ده شوية جنين فهي متقسمة لسبع حتة رئيسية. الى هما ايه فاميلي بارك الاوانية دي بارقام. دي الحديقة الايه. حديقة العائلة او الحديقة الرئيسية. كالشورال جاردن انترتيمنت بارك الحديقة الترفيهية انترناشونال بارك الحديقة الدولية ساينس ان تكنولوجي جاردنز الحديقة بقى فيها تكنولوجيا وعلم بقى وحطولك فيها استثمارات خالي بقى احنا اكتر من نص النهر اللي اخدر هنستخدمه في الاستثمار يعني نجيب شركات تعمل فيه انشطة انت فكر نوع دايق يا معلم ده ده العرض بتاعه من 300 متر لحد بيوصل احيانا لكيلو ونص يعني العرض ده اديق حاجة 300 متر واوسع حاجة هنا او هنا بتعدي الكيلو ونص والطول بتاعه من اول هنا لحد هنا 35 كيلو متر كل ده بيجي في امتحان المعلومتين دول بيجي في امتحان قوي كمان طوله كام 35 كيلو متر طب العرض بتاعه بيبقى من 300 وبيوسع احيانا لكيلو ونص او 1500 متر يعني ونصه تقريبا مستخدم في الاستثمار شفت ابسط من كده ومتقسم لسبع اجزاء مش محتاجة حفظ يا جماعة والله ما محتاجة حفظ لكني بيقول لك شوات معلومات فقعدت عرب طهيم زي ما قلنا انت بص الملحنة ده ان زمان كان الفرد الواحد قدامه واحد ونص متر مربع من المساحات الخضراء في المدينة العاصمة لليها يبقى ايه 15 متر مربع زي ما قلنا ارس بارك وبعدها ايه بتانيكس اللي هي المساحات الخضراء بتاعت النبات بقى وغيره او بيقول لك هو يمتد بطول 35 كيلو متر ويمتد حتى مركز وديان هو مسمينها كده بس خلينا دلقتي لسه ما تحددش اسم رسمي لها يتروح عرضه من 300 متر الى 1500 متر طيب تتوزع عليه الانشاطة الترفية والثقافية وقال لك فوق 50% من النهر الاخضر للاستثمار دي ما جالش برضه في الامتحان الارقام كلها بجيش امتحان غالبا هي جاية في اسلطة الطالب بس وارد تيب خلينا نشوف اسلطة الامتحان ايه اما ينحل الاسلام مع بعض هنحل كله يعني مدينة خضراء بيقول لك بقى ان فيها مدينة حديقة ثقافية الكلام اللي قلنا فوق بس بالعربي حرفيا انها بتتقسم اهو سبع حتات وكل حتة طالع منها ايه اروان ار تو ار ثري كل دي احياء سكنية هتليقهم تقريبا عشرين حي رئيسي اداري كل ار اختصار لايه قلناها بكده رزيدنشل اريا رزيدنشل هيجيلك في امتحان كلمة رزيدنشل هي اختصار ار دي رزيدنشل اريا يعني المنطقة السكنية الاولى المنطقة السكنية التانية اروان ار تو ار ثري ار فور ار فاي وكلمنا عن ار ثريتا هنتكلم عليها شوية يعني ايه بتفصيل شوي النهر الاخضر والواحات يعني النهر الاخضر ده متفرع منه واحات طبعا هي انفود واحات شفت واحات لكن الدكتور في الاختيارات ايلك انها بتتقسم لانوية انوية معمارية نيوكليس فلو جات لك اختار نيوكليس والعهد على الدكتور طيب تحت نفس الكلام ما فيش كلام جديد صور كلها بس خرايط وكلام شي يعني اصلا انت مش صعف تقرأها حتى عشان تستفيد منه فكنت اشرح لك انا كلام عني ساعتها بس ما فيش وقت قال لك هوكابول سيتي جال له شوية صور انها مدينة مؤهلة للمشي يعني الطريق فيها بيكون في مكان مخصص للدراجات ومكان مخصص للوقوف ومكان مخصص انت مش عارف ليه الى اغري ده قطاع طريق محمد بن زايد اللي موجود هناك يعني طريق على المعايير العالمية طيب انزل بيوري لك اهو ان دي مسلا ايه خلينا نقرب ولا نمش شايف ادي الجرين ريفر النهر الاخضر وادي قطاعات الاسكانية اللي حواليه وادي القلب بتاع بتاع الحكم والأصر الرئاسي والجودة وده الشكل بتاعها وده البرج الايقوني اهو وهتلاقي جوا بقى القطاعات الاوسع البرج الايقوني ده نتكلم عنه خلي بالك العاصمة الادارية فيها اكتر من 20 برج من نطحات السحاب عالي جدا بيتراوح من 20 دور وانتطلع على حد اكتر من 50 دور في اشهرهم وهيجيلك عليهم السؤال في الامتحان مهم جدا هو البرج الايقوني اللي بنسميه الايكونيك تاور البرج الايقوني اللي هناك ده خطير حرفيا اولا هو اطول برج في افريقيا ثانيا بيعدد 80 دور لو قلنا كل الادوار بقى اللي تحت الارض واللي فول ارض 85 دور 85 دور واللي بنته شركة صينية من الصين واستعانت فيها بخبرة مصريين برضو معاهم فالمهم انه يجي يقول لك شوية اسئلة كده يقول لك ايه البرج الايقوني ده الاتفاعه 85 دور ويه بنته شركة صينية وهو اطول برج في افريقيا طيب تعال ننزل كل دي صور مجرد صور ربط العاصمة قدرية بشبكة سكك حديد الجمهورية ربطنا العاصمة هو بكل شئ سكك الحديد الرئيسية يهو جيب لك تحت انواع سكك الحديد مش كلها سكة واحدة في اشكال كثيرة للسكك الحديد اللي في مصر فاحنا ربطناها بسك الحديد الرئيسية اللي هي فرعي بقى ايه اللي هو الطريب تعروض الفرج ومركز النقل الكيلو واربعين الصحراوي الصحراوي سكندري اهو بص ادي الربط ما بين العاصمة الادارية وبين كل ما تطالع بقى كل ده اتربطوا ببعض تقدر توصلهم بالقطر او تتوصل ما بينهم بالقطر ادي طريق قاهرة السويس ادي السويس نفسها ادي العاصمة الادارية موجودة هنا وهيتعمل لها مترو كمان ربط العاصمة باقليم شرق القاهرة هتتربط بالمترو بالخطوط الجديدة اللي عمال تتعامل الاتصال الداخلي زي ما انت شايف بكل وسائل المواصلات انت شايف المونوريل او القطر العادي او القطر السريع او اللوتوبيس التردد زي ما قلنا كل دي هتربط من الاناطق بعضها مراحل التنمية قلنا الاجمالي بتاع العاصمة الادارية كله 184 الف فدان الف يا جماعة فدان ده صغير هي الف فدان 184 الف فدان مقسمة لثلاث مراحل مرحلة اللي شغالينا عليها 40 الف مش 40 فدان دي خطأ ده خطأ مطبعي مرحلة اللي قولها 40 الف فدان فيه سنس مرحلة التانية وفيه معلومة ما تخافش فيه سنس وفيه معلومة ايه اشتادر اتكلم خالص مرحلة التانية اللي لسه ما شرعناش فيها جامد المرحلة التانية هتبقى 47 الف فدان التالتة دي 97 الف فدان السؤال الاهم قلتنا في قول الدرس من المتوقع ان تنتهي العاصمة الادارية من الخالص تماما امتى 2022 طب بدأت امتى 2015 لو جالك سؤال من دول وغلط فيه انت اللي تستاهل يحدها شرقا السويس طريق العين السخنة غربا طريق دائر الاقليمي والاوسط انزل انزل المرحلة القولة دي اللي بدأنا فيها عملنا فيها ايه قد الشكل بتاعها بالتفصيل وايه لك بقى دي منطقة خضرة ودي منطقة الاسكان بكل تفاصيلها وكل ايه الارقام بتاعيتها كمان في المتوسط كل محي سكني جوه بيتروح من الف فدان لالفين فدان كل قطاع اسكاني جوه بتروح من الف فدان لالفين فدان ده بيمكن يجيلك في السؤال ممكن يعني بس انا السؤال ده شفت عند الطالب فقط ما شفتوش في الاسئلة الدرايف يعني ما شفتوش عند في الامتحان لان هو اصلا مش دقيق قوي كمان في مشكلة يعني دي مسارات النقل خط مترو خط مترو الخمس خطوب بتاع مترو منهم حتى الخط الجديد هيمروا هي هيقطعوا العاصمة من نصها فانتبص حرفين شبكة طرق تمسك مصر كده فهي حاجة جامدة ار وان و ار تو جايب لك كل المناطق الاسكانية وغيره ريزيدنشل اريا شوف انا بركز لك اوه يعتمد المدخل العمراني للقاهرة على فكرة الوادي ذات الطبيعة الخاصة والشخصية المتميزة ويستوعب مش عارف اي كلام نظري فيها عشرين وادي زي ما قلنا وادي سكني او عشرين منطقة سكنية فيها مليون ونصف وحدة سكنية شقة يعني وعايش فيها ستة ونصف مليون نسمة دول هيروحوا لها في الاخر ده الاجمال اللي حمتوقعينه طب لو جاء لك ليه عرفنا منين الرقم ستة ونصف مليون ده بنناها على اساس ايه هيقعد يقول لك بقى اختراك كتيرا غلط اللي تختار الاختيار اللي كان ينفيه تقريبا يقول لك ان احنا عملناها على حسب الزوار اللي هيعودوا في المدينة الحسابات حسب الاستيعاب بتاع الوحدات السكنية الى غير ذلك اقول لك لما تيجي في الاسئلة ايه بس هو سأل سهل هتلاقي في اول حتى الاختيار كلمة فيزيترز وكلمة ترى رزيدنشل ارياس او رزيدنشل بيلدنج الى غير ذلك على حسب المبني اللي بنناها توقعنا هيعود كان في المدينة فاهم يعني الرقم ده لسه مراحش كله يعني طيب الوادي السكني ار تلاتة هيجي يقول لك بس ار تلاتة ده اختصار لايه رزيدنشل اريا فيها مناطق اسكان منخفرة الكسافة متوسطة مرتفعة وكل موجود اكمال الاجمال الوحدة السكنية اللي فيها 24000 تحفص الارقام دي طبعا وفيه حتة مهمة جدا تعرفها في النقطة دي بتيجي في الاسئلة وهي ممكن مش موجودها بشكل مباشر هو هنا قال لك ان منخفض الكسافة تقريبا دورين عالي الكسافة بيكون لحد ثمنت ادوار متوسط بيكون 6 ادوار مثلا في بتقسم الادوار حتة مهمة في مقياس كده في العلم المعماري يعني في الجوانب المعمارية بيعبروا بي عن قد ايه المبنى ده عالي الكسافة ولا منخفض بيعملوا ايه بيقول لك احنا بنستخدم من قياس اسمه الفار نسبة المساحات الارضية فلوري يعني الارض اللي انت عايش عليها ممكن يبقى الدور بتاعك الدور الاول مثلا ليه مساحة ارضية 100 متر مربع الدور الثاني مثلا ممكن يكون اصغر شوية 95 متر مربع ومن انت العمراء السكنية ممكن تبقى عشرة دوار كل دور ليه مساحة معينة جميل وبيقى اوربين من بعض جدا يعني فرق طفيف جدا جميل فبنقول بقى ايه والعمراء نفسها مفوتي بقى لها مدخل وليها جنينة وليها مش عارف ايه بقى لها مساحة نفسها مساحة اللاند الارض اللي نفسها لتحت بنعمل بقى عمل ايه سهله عشان نعرف حتة عليه الكسافة ومنخفض الكسافة دي بنجيب اجمالي مساحات الادوار كلها ونقسمها على اجمالي مساحة الارض نفسها الرقم اللي بيطلع ده مثلا قلنا ان ايه مجموعة الادوار طلع مثلا يعني عشر تلاف ايه متر مربع ايه بدي ايه مثلا او بتاعها مثلا يعني الف متر مربع ولا ايه نفسها والارض نفسها مساحتها خمسمية متر مربع ايه اسم ده على ده يديلك الف ايه ايه ارب اتنين ده من القياس بيعبر لنا احنا كشيء ريالاتف كده عن قد ايه المبدأ ده عالي الكسافة ومنخفض الكسافة هيجي سألك باختصار مش عالمك كمهندس مع ماريا هيقول لك الف ايه ايه اه اختصار لإيه plus floor area ratio بقيس ايه top area على total area total area تاعة ال floor على total area تاعة اللان لنفسها هتلاقي في الاختيارات دايما they wie عدد الادوار على ال area قولوا غلط ده مش الاختيار الصح 為什麼 نقصب عدد الادوار بنقصب مساحات الادوار اجمالي مساحة كل الادوار على بعض عشان كان الاختيارات دايما يتبقى غلط ونختار نن هوري الها لك لما تيجي سنقصب إجمالي المساحة على إجمالي المساحة كلمنا فيها الوكيدة فوق فهي نفس الكلام فيش جديد كل ده كلام نظري يعبر لك فيها يعني هو بتكرر أصلاً الصفحة دي هي نفس الصفحة دي أصلاً بيقول لك أدي مثال على أر تلاتة هي كمنطقة سكنية فيها تقريباً ايه 24 ألف واحدة سكنية ومساحتها تقريباً ألف فدان إلى آخر هي وده شكل بقى شوية صور حلوة الواحة المنطقة المركزية بالوادي السكني أدي أر تلاتة يعني شكلهم بيعملوا دعاية للمنطقة دي مدن بقى ابتداء عماير بقى وشغل شغل فاخر يعني أدي الكنيسة ومسجد مستشفى المحور بتاع الوادي ده نفسه بقى لك عملي شوية صور يعني وأدي المباني بقى الايقوني المباني الكبيرة والمبنى الايقوني وغيره شكل العماير كلام جميل يا حلوة يعني يوعدك ويوعدنا نحن نسكن هناك كل حالة مركز المال والأعمال طيب بس كده عرفين شوية صور مدينة المعرفة فيها بقى جامعات دولية ومؤتمرات وارض معارض وغير ذلك يعني فيها شغل شغل نظيف ويقولك بقى عموما فيها جامعة وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه كل حاجة وفيها ممرات مراكز اقتصادية وفيها قصدي مراكز تعليمية ومراكز استضافة للمؤتمرات الدولية وغيره مدينة المعرفة فكل دي كلام صور نبروك عليك شكرا للحضور كده خلصنا الشرح وقل لي كده رأيك في تعالى انت حبيب نكمل كده بقية المنهج ولا لأ يلا بينا نحل الأسئلة مع بعض سريعا لو انت جاي تحل الأسئلة من غير ما تكون سمعت الشرح فبالوش لازمة اقللها كده ايه اسمع الشرح عشان انا هابدي عليه في الحل عشان ننجز بيقولك بقى حتة خطيرة ويعني بص كان لازم اقولها لك وقلت اسبها لك لحد الأسئلة عشان اأكد لك عليها من كتر التأكيد اللي بانوا العاصمة الإدارية والشركات اللي بانوا للعاصمة الإدارية كإدارة وتخطيط وغيره خمس شركات رئيسية خمس مكاتب استشارية رئيسية الخمسة الرؤساء بتوعهم من هندسة عين شمس من الجامعة عندنا من جامعة عين شمس يجي سألت في المتحان دايما السؤال ده السؤال ده لو ما جايش تعال اعمل ديسلايك بيقولك هو التجمع والاقتلاف اتحاد البتاع الخمس مكاتب اللي مسؤولين عن تخطيط العاصمة الإدارية كانوا من أنه جامعة من عين شمس عندنا كان مدينة زكية في مصر اللي جايبه لك في الأسئلة هنا حاجات تقالت من فام الدكتور ليس موجودة في الورق لأسئلة هنا تبقى أنت خط الإجمالي في الدرس كله مش بقى زي نظامي أنا اللي عاد أشرح كل شيء بعدين حل وتلاقي الكلام هو هو حاول أقسم الدنيا على الأسئلة وعلى الشرح فيه كان مدينة زكية في مصر مدينة متطورة يعني عشرين مدينة عشرين مدينة بدقة أوهي مربعة عشرين بس وقت اكتبت المنج عشرين جميل فحنا فيه مدر عملات الضاف يعني اللي هي بقى مدينتي والشروق وبدر والعبور والحتة دي فهي عشرين مدينة ذكية في مصر سمارت سيتيز عشرين مدينة وهدفنا نوصلهم للرقم أكبر قدام فكرة العاصمة الإدارية جات منين؟ كان هدفنا الفكرة الرئيسية أن ننقل أماكن الإدارية والوزارات بعيدة عن القاهرة لأن القاهرة مركز ثقافي الدنيا بتوسع جوه وده بيدر المركز الثقافي الحضاري بتاع مصر كان الهدف بتاعنا الوزارات اللي نحركها والمكاتب الوزارية بتاعتها ده الهدف بدأت المدينة العاصمة الإدارية الجديدة هتكون مدينة خضراء جرين سيتي يعني مليانة مساحات خضراء شاسعة مش بلو طبعا ده ملوش معنا أصلا وسمول ما لهاش علاقة طبعا لايها جديدة خلي بالك بقى يعني مساحات الخضراء لكل مواطن تخطط حتى الحدود العالمية المطلوبة بقى عندنا كم متر مربع لكل بني آدم 15 متر مربع من المساحات الخضراء لكل إنسان لكل مواطن طبعا الإجابة بيكون مكتوبة تحت هنا نبص عليه العاصمة الدرجة ده هتكون مدينة مستدامة sustainable مش suitable لا ملاش علاقة sustainable يعني ممكن suitable لحد ومش suitable لحد تاني هي sustainable يعني مدينة مستدامة كم في المية من الأسطح المباني اللي بيكون مغطاب إما بالوحطقة شمسية أو متحاد خضراء قلنا 70% يعني أغلب المدينة هل ده محتاج منك حفظ؟ لا بالsense أغلب المدينة يعني 70% طيب الNAC اختصار New Administrative Capital يعني العاصمة الإدارية الجديدة Administrative يعني شيء إداري فهم؟ هي أكبر واحدة في العشرين مدينة الحديثة اللي في مصر طبعا ده أكبر مشروع عمل في تاريخ مصر تقريبا true NAC أو New Administrative Capital بتحقق أحلام مصر أو المصريين اللي هي العدالة الاجتماعية والpatriotism أو اللي هي الانتماء والكلام ده وجودة الحياة أه ده اللي قلت لك هيجي سؤال عام كده على الحاجات النظرية اللي بنا في الأول true The New Capital العاصمة الجديدة مكونة من عدد من الأنوية المعمارية كل منطقة جواها عبارة عن أو كل حي جواها عبارة عن self-contained يعني مستقل بذات ولا يعتمد على غيره Unique ومتميز وفريد ليه هدف؟ واحد بتاع الاقتصاد والأعمال واحد بتاع البناء واللي مش عارف ايه واحد بتاع المقارة الحكومية كل حاجة مش هاية يعني مش حشو يبقى ايه؟ value sizes ranging from one thousand to two thousand A يعني المساحات اللي جوا المعمارية اللي بيتبني عليها بتتروح من الف فدين ل الفين فدين أغلبها صح كده ده كلام مزبوط true وده مش يجب المتحان كان في المئة من الطرق مخصصة للبريستيريانز اللي هو ايه؟ بريستيريانز اللي هي المشاة وcyclist الناس اللي بركبوا عجل قلنا 40 في المئة من الطرق قلت له كيف تكي الرقم 40 بالعجل ف40 في المئة من الطرق مهيئة للمشاة وراكيب الدراجات ما كانش في المتحان بس اعرفوا وسهل بستنسة هو كان بقى في المئة من البلد قابلة للبناء إذا buildable area for compound uses هنستخدمها عشان نسكم فيها في تجمعات باقي معمالية قلنا اني مفوض البلد ما تبقاش اغلبها بناء فقلنا ان 30 في المئة من الارض هيكون بناء والباقي حاجات تانية 30 في المئة للبناء 30 في المئة معمار باقي مال واقتصاد نعمل فيها شركات وغيره والباقي بنعمل فيه مساحات خضراء فهي من فكرة ايه؟ المساحة بتاعت العاصمة الدراجة مليانة مساحات خضراء شاسعة يعني يبقى 30 في المئة هي للبناء الناس اول حاجة بيقولك ال LRT ال LRT هيجي في المتحلقة فكرة ممكن يسألك اختصار لإيه؟ ال LRT هي الأطرس الكهرباء السريع اللي هو من اختصار Light يعني خفيف Light Rail Transit Light Rail Transit يعني القطار الكهرباء السريع أو القطار السريع يعني خفيف فلا ده موجود في العاصمة الدراجة هو ده شبه المونو ريل كده والمونو ريل نفسه جايبه لك الترين موجود برضو المترو موجود لكن ال UFO دي طبعا هي الاخترار الغلط فاختارها على طول دي مش موجودة هناك دي معناها Unidentified Flying Object مثلا فهي عاملة زي الأجسام الفضائية كده فما فيش الكلام ده أصلا ده حشو فده اللي تختارها دي مش موجودة هناك The higher density of people Is far from the Green River؟ غلط طبعا لللي فاهم ما يحل السؤال ده بالسؤال قوي هل أغلب الكسافة السكنية بتبقى بعيدة عن النهر الاخدر؟ لا ده رئيبة منه ده مركز ده قلب العاصمة فلازم كله يتراكم حواليه ونقل كل ما نطلع لبرا لا تعتبر اي مما يأتي هي مدينة أعمال وبزنس Smart A connected A هل هي مدينة عشوائية؟ لا يبقى دي اللي تختارها الNAC ما بين القاهرة ومين؟ والسويس ما بين القاهرة والسويس القاهرة اللي هي قلب البلد والسويس اللي هو الاقليمي الاقتصادي بتاعنا مشهور جدا يعني urban expansion from Cairo stores التوسع العمراني في القاهرة بيكون اتجاه الشرق كان لنا عنه بالتفصيل وقلنا كده يبقى east regional ring road الحتة دي معلومة عامة ممكن الدكتور قالها فعلا انا بقولك هو قالها في المحاضرة فانت عرفها ومشهورة جدا الطريق الدائري الاقليمي اللي احنا بنمشي عليه في اغلب مواصلاتنا اللي بتروحها طوله 400 كم ده مشهورة جدا جدا طريق دائري اللي بيلفف كده حوالين القاهرة دي ومشهور قوي وقاهرة كبرى 400 كم يجي في متحاني يقولك regional ring road طوله كم 400 كم ده لو جهة سؤالة مجيش في متحاني ولا مرة هل حد علمي العاصمة الدنيا الجديدة هل هي مش مربوطة ببعض المواصلات لا ده متكتفة بالمواصلات فالجابة هي ترى مربوطة بالفعل في العاصمة الجديدة في العاصمة الجديدة فيها 30 فمية من المدينة بيتم خدمته بواسطة قطاع البزنس والشركات والمؤسسات وغيره فصح 30 فمية منها مدينة للأعمال وغيره ثلاثين فمية من مساحة المدينة مخطط للإسكان والوحدات السكنية اللي فيها هيكون كام واحدة سكنية مليون ونص ووحدة سكنية في عشرين حي سكني بإجمالي 6 ونص مليون مواطن هيسكم فيه أو تعداد سكاني يعني 6 ونص مليون صح كل هذا صح السؤال اللي وراه بيقولك النهر الأخضر اللي بيشؤ العاصمة الإدارية من النص كده بيتقسم لكام قطاع رئيسي قالك إيه ثلاثة طبعا السؤال ده محتاج يتوضح أكتر لأنه هو بيتقسم لإدج في الأول وهارت في المنتصف وإيه وهيد قدام فدول ثلاث قطاع رئيسية لكن متقسم لكام حتة من ناحية الجوانب الخضراء بقى والغداء والحضائق كام حديقة سبع حضائق لكن ثلاث قطاعات رئيسية ومش يجي في نحن برضو جرين نيفر ده طوله كام 35 كيلومتر 35 كيلومتر والعرض بتاعه من 300 ل 1500 السؤال ده مهم قوي 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 جي كتير بش بنفس الطريقة بس بيجي بنفس المعنى طيب في كام حديقة في مين جرين سيكتورز كام قطاع أخضر رئيسي في النهر الأخضر سبع حتة الحديقة العامة والحديقة الدولية وحديقة التكنولوجيا والعلوم إلى غير ذلك كام في المية من العظم أدارية هيكون عنده سمارت كونيكشنز اتصالات ذاكية بقى وأقمار صناعية وأنظمة للحريق وأنظمة للكهرباء والفواتير سبعين في المية أغلب البلد لازم يبقى أغلب المدينة سبعين في المية يبقى سبعين ده جي في الطاقة إنه نحطها الواحة طاقة شمسية في قصة الأسطح ومساحات خضراء على الأسطح وإن إحنا جدت سبعين في مية برضه في إنه يكون فيها التواصلات جيدة سمارت كونيكشنز بيقول لك إبقى عاصمة الدرية جديدة التخطيط بتاعها مبنى على النظريات حديثة عايزة تخلي المدن ملحة تخليها الليفابول فيها يعني حياة ومفاعمة بالحياة كده وقابلة للحياة وفيها مدن سكنية حلوة كونيكتد مربوطة ببعضها أند سمارتي بخوض الاختيار الصحي السؤال ده جيف الانتحام بالنص يجي سبع مرات كل الباقي غلط بص من غير ما تفكر إحنا مش هدفنا نخلي المدن صناعيا الصناعة تبعد عن المدن ده كونه ده بيلوس ولا توريستك نحن نخلي المدن السياحية ما تبقاش هي أماكن الإسكان بتاعت نخلينا الرئيسية كده بنطمس الحضارة مع الزمن لكن عايزين هاي نعمل مدن جديدة كون ليفابول كونيكتد ان سمارت سؤال ده خطير هيجي في امتحان صوروا بموخك كده أر ثلاثة هي مدينة سكنية مكان سكني جوه العاصمة ريزيدنشل مش توريستك ولا ادمنستريتف لأ الأر ثلاثة معمولة كمنطقة سكنية جوه العاصمة من ضمن عشرين حي سكني تي او دي اختصار لإيه بقى قلتها في الشرح تراقل هو التنمية الموجهة أو المعمار الموجه بنعمل الاسكان حوالي النهر الأقدر ويقل كل ما نطلع لبرا دي من اختصار ترانزيت هي فين أو ترانزينت هي ترانزيت بس على فكرة ترانزيت ترانزيت أوريانتد ممكن تعمل كده كصفة م ترانزيت أوريانتد ديفلوبمنت هي دي ترانزيت أوريانتد ديفلوبمنت التوجه أو التعمير الموجه طيب متفاهم معناها طبعا اللي جاي ده بقى هي الأسئلة اللي جات بالفعل في الكوز فبص انت مش عارف أقول لك تركز بأنه درجة بيقول لك بقى أول ما تشوف دي كونسورشيام دي اللي هي اتحاد الخمس مكاتب المعمارية اللي عمله العاصمة الإقدارية منين من جمعة عين شمس سؤال بيجي كتير جدا طيب السؤال ده خطير اللي أنا عملها أتكلم فيه من أول مبدأ المرحلة الأول من العاصمة الإدارية اللي هي اللي بنينها بالفعل حدودها إيه السويس من الشرق طريقين السخنة من الجنوب الطرق الدائرية من الغرب لازم أن تعرف السؤال ده أهو بص جي بالفعل لهو أنا جاي طبعا ده من كوزات الشكل أشكال والواني من هنا ومن هناك يعني العاصمة الإدارية مكونة من مجموعة من الأنوية المعمارية كل واحدة منهم مالها سيلف كونتيند مستقلة بذاتها لا تعتمد على غيرها طيب الار تلاتها دي ايه مكان للسكن معمولة كمكان اسكاني مالوش علاقة بالحاجات البقية النظرات الجديدة عايزة تخلي المدن مالها ليفابول كونتكتد سمارت قلنا البقية ده كله غلط ليفابول مش غلط فيه واحدة على قال لغلط هتلاقي مش هو ده المطلوب هعزين نخلي المدن مالها قابلة للعاقل ان يتعاش فيها وفيها ماكن سكنية جيدة كونتكتد وسمارت في العاصمة الإدارية الجديدة أر تلاتة تعني ايه ريزيدنشال إيريا شفت السؤال جي كذا مرة ازاي ريزيدنشال إيريا تلاتة هي أر تلاتة يجي قل لك تبقر سبعة ريزيدنشال إيريا سب مثلا بسيقمش يلعب معك غير فقار ثلاثة عشان دي اللي انت تكلمنا عنها تي او دي نظام البنى اللي قلنا عليه انك تتراكم حوالي النهر اللي أقدر وتقل في السكاسافة السكانية كل ما نطلع لبرة عشان يبقى شكل المدينة يعني حاجة كده جمدة يعني فده اختصار لي ايه تي او دي ده المبدأ ده اسمه ايه ترانزيت اوريانت ديفلوب منت تي او دي اختصار لي ايه ترانزيت او ترانزيت اوريانت ديفلوب منت شفت ايه كم مرة أما بكرر السؤال العرف ان هو جيف اكتر ممكان حتى تلاقي ترتيب الاختارات مختلف وسائل المواصلات الجديدة زي البي ار تي اللي هو القطار الترددي اختصار لا بص رابد ترانزيت السؤال ده اصلا هيجي مع هجيبه لاني في درس النقل اللي جاي لكن انا قلت اجيبه هنا لان هو موجود برضو هنا بي ار T اختصار بص رابد ترانزيت وساعد احيانا اصلا كاير جاجد الكوز جاء عالثلات مساعدة معاملات اتعرف برضو مش هيخاصة ايه شرحناه طبعا بخ dem العاصمة الدارية مكونا من سيل في كونتين دي ايه هو هنا بقى الدكتور من جاوبها نيوكليوس لو جات جاوبها نيوكليوس لحد ما تتأكدوا منه ان هو ده الاختيار الصحي بس يعني انا شايف ممكن حاجات تانية تنفع بس هو هنا ايه فاليز هو بيقولك كلمة فالي دي مجهزية اللي قالها تشبه الفالي لكن هي فالي هنا يقصد بها وايحة بقى اللي هي في الصحرا دي ولا املهاش علاقة طبعا ده غلط كوري دورز برضو لا غلط تنفع بس هو هنا ايه لها نيوكليوس نيوكليسيس بقى اللي هي انوية معمارية فخلينا نجاوبها زي ما هم جاوبها وهي منطقية برضو تنفع يعني هي المكان اللي عاصمة دي مكونة من من انوية معمارية او تجمعات معمارية كلها سيل في كنتين فيها كل الخدمات مش محتاجة حد نفس الاسئلة تقريبا مكررة ار ثلاثة ريسيدنشل المودل مفوت تكون ليفابول وكونيكتد وسمارت سياكم السؤال ده مش تبعنا اصلا ده في المحاضرات اللي فاتت الجامعة اللي عملت اللي منها الخمس مكاتب العمل والعاصمة هي جامعة عين شمس النيوكليسيس كلها مفوت تكون او الانوية كلها مفوت تكون سيلف كنتين الحدود بتاعت العاصمة الدارية المرحلة الاولى الحدودها ايه السويس شرقا عن السخنة جنوبا الترق الدارية الاوسطي والاقليمي غربا العاصمة الدارية جديدة بعد عاد forum ده خطير تحقق انه السويس دي جي llamه هدف الواحد المستدامة السبعتاشر اللي اخدنايهم بتحقق لنا الهدف ال aqu ceremony مستدامة وجيدة فاحنا بنحقق الهدف ده ببناء العاصمة الدارية الجديدة يمكن حقق هدف الهادف لاصلي خدمني الدول 80 كوميونيتزα الهدف الهدف اللي فاتت بقى فالسؤال ده خطير بيربط لك كذا درس البعض اعرف انه مية في مية ممكن يجي او احتمال يجي ان شاء الله بيقول لك بقى ايه الاماكين السكنية اللي هو العاصمة ان نحن نوفر نفس الخدمات لجميع المناطق السكنية اللي جوه سواء عالية الكسافة منخفرة الكسافة او متوسلة الكسافة اكيد مش هندي كله بنفس السعر لان في حاجات اكبر من التانية واكيد مش هندي الخدمات على حسب الكسافة لا ميفحش انت تاخد اكتر مني لمجرد انك عيش في منطقة ارقى جوه العاصمة الادارية لا نفوك كله ياخد نفس الخدمات العدالة الاجتماعية سؤال ده يجي في انتحان عافظ السؤال ده حلو جدا العاصمة الادارية لا يمكن وصفها بالقاتي كل دي اوصف لها الا ليفابول لا ده وصف لها هي مدينة قابلة للعيش كونكتد مربوطة بعضها ووكابول فيها اماكن للمشي هسبتابول يعني مدينة مستضيفة لا ده مش من اوصفها يعني انها هي مش مدينة لاستضافة هي مدينة للعيش وللسكن المحلي بتاع مصري هنا فهسبتابول دي السؤال ده جي في انتحاني خمسين مرة تقريبا فاعرفوا بقى السؤال ده عظيم بيقول لك التعداد اللي احنا عملنا لما قلنا ان هم ستة ونصف مليون ده بنينا ده على اساس ايه الاجابة الصح طبعا الاجابة دي غلق الولد مدواب غلق الاجابة الصح ايه على اساس احنا بنين المباني وقلنا تقريبا متوسط كل مبنى هيعيش فيه كذا وفيه شوية انشطة هنعملها تحت شركات ومعارض فيحضرها تقريبا كذا هيحتاجوا يعضف كذا وفيه زوار هيجولنا الاجمالي هيبلع الطاقة الاستيعابية بتاعتها ستة ونصف مليون بنينا رقمنا ده على اساس ايه هل على اساس الريددنشل ارياس بس الكسافة بتاعتها لا فيه اماكن فيه حاجات اخرى ممكن تبقى انت موجود فيها انشاطة تكون عايش في المبنى يعني ممكن تكون عايش في الفنادق الكبيرة الموجودة ما دي تبع حاجات غير الريسدنشل الترانسبورتيشن الوسائل اللي ملايش علاقة هل جبنا المساحة الاجمالية وطرحنا منها مساحة الخضرة يبقى اللي بقى كله ايه هنقض على الارض ايه اسفلته هنقض عليه لا طبعا يبقى اللي جابة على حسب الفيزيتورز والاكتيفتيز والبيلدنج جايدلينز لان ممكن الناس تجيلنا تقعد في الفنادق دي كلها حاجات غير البيلدنج مسلا فكل دول بانينا على اساسها الرقم اللي طلع في الاخر ستة ونص مليون تيقوا دي اختصار لايه ترانزيت اوريانت الدفلوبمنت هتيجي في الامتحان ان شاء الله او لو مجالسة ديك مخسرتش يعني عندنا بيقول لك بقى السؤال ده حلو قوي حاليا القاهرة العادية المناطق السكنية اللي فيها المساحات الخضراء لكل مواطن كم متر مربع واحد ونص متر مربع للمواطن الواحد لكن احنا في العاصمة قدريها نخليها كام خمستاشر متر مربع يعني تقريبا عشر اضعاف اللي احنا عليه دلقتي فالسؤال يجي يقول لك احنا اصلا عندنا كم متر مربع لكل مساحات خضراء لكل مواطن واحد ونص عايزين نخليه كام في العاصمة خمستاشر العاصمة قدريها لا يمكن نوصيها بالآتي بأنها hospitable هي فيها مكان للمشي هي قابلة للعيش هي مربوطة بعضها بالمواصلات وبغيره لكن هي مش hospitable مش مخصصة للإصدافة النيو كابيتل على بعد كام من القاهرة والسويس يقولنا هي في النص دا بينهم تبقى العقية في نصهم وعبارة عن سنتر دايرة بتمر بيهم فنص القطر سابت النص القطر دا يوصل للسويس بستين كيلومتر ويوصل للقاهرة بستين كيلومتر فالماسافة بينك وبين القاهرة كعاصمة يعني وبينك وبين السويس ستين كيلومتر الاتنين الرقم دا بيجي الانتحان هتيجي ايه هو أصلا افترض ليه انواع الاسكان المختلفة لازم ان تحصل على ايه Have the same services لازم ان تحصل على نفس الخدمات كلها أكيد مش نفس قلنا اصلا ان اختلافها في نوع الاسكان بيخلي الارتباع يختلف ولا التكلفة لان الأكبر هيبقى أغلى ولا green areas برضو لان دي اصلا حاجة ملحاش علاقة هي تحصل على نفس الخدمات تي او دي اختصار ترانزيط شفتت جات كم مرة ها الورق مش بفلوس انا اكرر السؤال ها راحتي السؤال دا بقى مهمقاوي وكت تسا Schön يقول لك العصمة الادرية تشبه في حجمها ومساحتها انهم مدينة عالمية تشبه مدينة تسنغافورة او سينجابور سنجابور عينك عليها كده شوال عشان هاتيه في نتحاد The components of the new administrative capital لن تضع مكان يعني الحاجات اللي جوه التي عاصمة الأدريه ممكن إيه اللي لي ما تشملهاش احنا هنبيلي مبنى للأبرة وحديقة دولية ومدينة طبية فيها مستشفيات وغيره هل هنعمل طريق لسبق العربيات؟ لا هذا ماوردته خلصا نحن نعمله وممكن يعيب لك شيئات تانية على فكرة أستاد مثلا احنا نعمل أستاد فعل العالمي عملناه بالفعل على الفكرة ده ما عملناهوش ده مش هيتعامل كار ريسنج أو كار ريسنج تراك أو كار ريسنج تراك الانتين غلط برد هاي عش فيها تقريبا كم مليون بني آدم من ستة ونص إلى سبعة يعني قول سبعة يبقى الإجابة سبعة سبعة مليون بني آدم مين اللي أشرف على الإنشاء بتاعها من ناحية تعاملية جامعة إيه جامعة عين شمس السؤال جي كتير السؤال ده بقى حلو قوي في الفاينل على الفكرة السئلة دي كلها جاهز في الفاينل على الفكرة اللي جاية دي النهر الأخضر في العصامة الدرية الجديدة عنده أنهو خصائص طوله 35 كم اه العرض بتاعه من هو هنا ساعد بيقولها 300 متر أو 500 متر صح من نصف كم إلى واحد ونصف كم برضو صح هل ريكريشنال سيرفزز يعني فيه أنشطة طرفهية برضو صح يبقى اول اثر شويس فاهم يعني يعني فيه سماحية كده من 300 إلى 500 كم فخلينا نقول أن كل الاختيارات صح والدكتور مجاوبة كده فعلا الفلور اريا ريشيو معناها ايه قلنا مساحة إجمالي الأدوار على مساحة الأرض نفسها اللي بنين عليها مش عدد الأدوار لا فهو يسألك ايه total number of floors لا غلط مش النمبر لا ده المساحة number of people divided لا برضو مش بنسم عدد الناس total area divided by number برضو مفيش number خالص يبقى الإجابة none لأن الإجابة الصح هي أنك ايه تده الإجابة الصح هي the total floor area إكمالي مساحة الأدوار على مساحة الأرض نفسها اللي تحت يبقى الإجابة none لأن ما فيش راحلة صح الnew capital اللي ما بتتوصفش بأنها hospitable مساحتها تبعد عن القاهرة والسويس كام 60 كيلو متر الكلام بيتكرر مكونة من self-contained نيوكليوس جات كذا مرة هي أنوية معمارية مستقلة بذاتها حاليا في القاهرة العادية كل مواطن قدامه كان متر مربع من المساحة الخضراء واحد ونص وللأسف مركزين في الحضائق يعني مش منتشرة في الشوارع تي او دي اختصار transit oriented development كل واحدة من دول جات في كوز شكلي السؤال ده بقى غريب وأنا مش مش مقتنع به أو ممكن أنا علمي قاصر أن أنا قادر أفهم ده أمعرفش إيه الفكرة فيها يعني اسأل الدكتور فيها نصيحة روح تأكد من الدكتور بس هو مجاوبها كده ولو جات لك جاوبها كده يعني أكده كده هنجاوبها كده بس ليه بقى أتأكد منه المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بيشمل إلئاتي أول مرحلة هنبني فيها مفوت هنبني رحنا في منطقة فضية خالص اللي هي إحنا بنين عليها أول مرحلة دي وحطينا عليها البونة كله لا هو بيقولك أن أول مرحلة شملت المنطقة اللي اسمه المشهورة والمستقبل والكوان نروحش اتأكد منه بقى بس هي دي الإجابة الصحة اللي وجدت لك في امتحاد دي المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة أنا بقى في وجهة نظر أنا أنه هو يقصد المشروع مش للعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الجديدة فكرة المدن الجديدة أصلا كان أول مرحلة فيها فعلا بنينا المدينتي والمستقبل وغيره فممكن يكون يقصد الموضوع مش للعاصمة الإدارية اللي هي specific لكده اللي هي عاصمة الإدارية لا الموضوع أوسع شوية المدن الجديدة عموما بدايتها كانت في 2013 تقريبا لما عملنا مدينتي وغيرها فمدينتي والمستقبل والكوان مهم لو جات لك جاوب الاختيار دا على طول بس اللي لم شككني ليه لأنه جاي بتاعت A new undeveloped piece of land فانشاف ان دي أنسب لو هنتكلم على المرحلة أقول لها العاصمة الإدارية لإما علم أنا قاصر لأن مدينتي اتبنت من 2013 ملاش علاقة العاصمة الإدارية أصلا هي جنبها قبل ملاش علاقة كمشروع فكرته وظهرت بعدها فاتأكد منه ممكن يكون دائسه مثلا النواية بتاعت المشروع أو المشروع أوسع من مجرد العاصمة الإدارية وهو يقصد نيو كابتل عموما فاتأكد من الدكتور بس لو جات لك جاوب مدينتي طبعا هي دي اللي جابت صح جات كذا مرة المدون الجديد المفوت تبقى إيه Livable Connected Smart سؤال داكرر خلاص العاصمة الإدارية مفوت مكوناة من نيوك ليسز مالها مستقلة بذاتها أنوية معمارية مستقلة بذاتها الف اي ار ولا واحدة صح كلهم نان إيه بجابة نان لان هي معناها ممكن يجيب لك اختار الصح على فكرة لان الدكتور صلحها هي مساحة الفلور الأدوار كلها مقسومة على مساحة الأرض اللي جوا العاصمة الإدارية ايه اللي مش من الحاجات دي ايه اللي من الحاجات دي مش جواها فيه أبرا اه فيه أبرا حديقة دولية اه مدينة علاجية وطبية اه لكن أهل فيه السباق سيارات جوا لا في العاصمة الإدارية ار تلاتة تعني ايه ريزيدنشل ايريا قلناها خمس مرات يحدها ايه سويس مشتر يعني السخرة من تحت الطروة الدائرية من الغربي بقى اللي جابها هي دي السؤالة كلها متكررة الجرين نهر الأخضر الجرين ريفر 35 كيلو متر ده طوله العرض بتاعه من نص الواحد ونصف كيلو متر المنطقة بيقى فيه انشطة ايه طرفيهية ريكريشنال سيرفزز ريكريشنال يعني حاجة طرفيهية كم واحدة يسكن هناك سبع مليون ار تلاتة مالها ريزيدنشل هتكون منطقة سكنية ريزيدنشل يعني سكني العاصمة في نفس حجم سانغافورة او سينجابور الجامعة اللي عملت الرؤساء المكاتب اللي عملت العاصمة كانوا منقنه جامعة من عين شمس عين شمس شوف جيه كم مرة بس هتلاقي السؤال مكتوب بشكل مختلف فانت اقرأ الفايل بقى مع نفسك لو حاجم المبدأ ان مع المدن الاماكن السكنية كلها تحصل على نفس نفس الخدمات سيم سيرفزز العاصمة بدأت فكرتها امتى السؤال دا كيف الفاينال وكان حد بعتهولي الفكرة طيب ريكريشنال ريزيدنشل شوفت الاسئلة بتكرر ازاي او مش بكررها وخلاص هي جات اكتر من مرة انا مالي المرحلة الاولى من المشروع الكبير بتاع العاصمة بتاع العاصمة الجديدة كان فين كان مدينتي المستقبل الكوان متأكد من السؤال دا لان انا اخلي مسئلة منه هو السؤال الوحيد اللي انا عندي مشكلة معايا اسأل الدكتور اللي ممكن دا يقوم قصور في علمان النهر الاخضر كل الاختراض صح لانه هو منطقة فيها انشطة طرفهية طول بتاعها 35 كم والعرض من نص الواحد ونص العاصمة الادراجي هتنتهي امتى بقى وصفة The New Capital Project Area هذا الاريا بتاعت كام 184 الف فدان ومن المتوقع ان تنتهي بحلول 1952 المرحلة اولى والتانية والتالتة مع بعض فحنا ننهيهم كلهم امتى 2022 لكن المرحلة اولى اقربة تنتهي اصلا خلاص هنفتحها قريب فالسؤال دا مهم مهم خطير فار زي ما قلنا كل الاختراض دي غلط هي مساحة الادوار على مساحة الارض العاصمة ادراجي جديدة تقع فين خلي بقى جميع القطة دي والسؤال دا برضو كويسة ما قلت يعني هم كده سؤالين حلو السؤال دا انا بخلي ما سئلت منهم اسأل الدكتور بس خليك زاكي وانت بتسأل رجاءا رجاءا يا جماعة عما تروح تسأل يعني اسأل كجنرال كده قول لي يا دكتور انا عايز اعرف معلومة فلانية لو جيت سؤال قال كده قال واحدين ثلاثة فيه ناس بقى بتروح بتحاول تدينه كل الانفورميشن كاملة عافيك او مش هتداق من ده هو راجل فاضل وجميل يعني فبس تروح تقول له ايه يا دكتور انا معي امتحانات قديمة ومتجاوبة وانا عارف انه بتتكرر فقل لي بقى اللي جابها وتقوم داحك كده انت بوصت الدنيا خلص ده مش صح أصلا بتأذي نفسك يعني فلاحق اسأل السؤال طبيعي بيقول لك بقى هنا العصمة ادارية جديدة تقع فين هل تقع في منتصف المسافة هافوي تو دا سيتي وفي سويز اه من القاهرة للسويس 120 كم احنا في نصها فدي صح هل تقع اوتسايد ساكند جريتر كاريو رينج رود تقع في بره اسمه ايه المحور الدائري السؤال النقطة نفسها مش واضحة ساكند جريتر كاريو رينج رود اسألوا فيها هي النهاء المتدخلة اصلا مع الطريقين الدائري الاوسطي والاقليمي ولا تبعد 45 كم عن القاهرة لا هي 60 لو كان الستين كنت اخترتها اخترت اول لكن المشكلة عندي في 45 دي هي مش 45 عشكرا قلت لك يا موضوع في سماحية شوية هي ايه اخر القاهرة فممكن تلاقي اقرأ اخر نقطة من القاهرة قريبة جدا من العاصمة لدرجة نهاية ممكن تبقى 45 كم ممكن انا معنديش معلومة فهي الاجابة الصح اول اللي مختارينها في السلايدز او في الدكتور مختارها اتأكد انت اتبنى بمساعدات شركة صينية صح تقريبا 85 دور صح يبقى قول اسئلة الفاينال متكرر كلها ليه بقى هيخلص امتى المشروع 2052 اول مرحلة مدينتي والمستقبل والكوان وارده اتأكد من السؤال الادمنستراتي في كابتل بتقع فين كله صح لو السؤال لسه بقولك اتأكد منه يبقى السؤالين دول وراء بعضهم تتأكد منهم بقى لان انا بخلي مسؤولتي منهم بس لو جم جاوب اللي جابها للتقليدية اللي احنا قلنا عليها مدينتي مش عارف ايه دي واللي جابها اول اثر لان هم اعتبر ان 45 كم مثلا مجازا اه هي دي هو عايز اكتخمن فاهم اسؤال ده مش تابعك ده اول درس الايكونيك تاور ما له اطول واحد في افريقيا 85 دور فعلا اتبنى من شركة صينية يبقى اول اثر ده سيرة الفاينال اولين الف اي ار اللي جابها نن اللي جابها نن مش total number ده غلط غلط المختار الاختيار ده غلط هي total area of floors على total area of land ايش الجامعة كانت ايه اللي اخترنا منها الناس اللي عملوا المشاريع المشروع ده نفسه كتخطيط عن شمس النهر الاخدر 35 كم طول العرض من نص الواحد ونص منطق فيه انشطة طرفيهية يبقى اول لازم ان كله ياخد نفس services اي منطقة اي منطقة سكنية كان الهدف اصلا من فكرة العصمة الجديدة ايه ان نحن ننقل الوزارات move ministries offices المكاتب الوزارات او المكاتب الوزارية away from cairo بعيدا عن القاهرة كده انت خلصت معايا كله ولا فاضل تاني بدأت الفكرة تعتبرنا العصمة ادارية امتى 2015 الار 3 منطقة سكنية residential مش سياحية ولا ادارية كده خلصنا حتى انسيت حط الخاتمة يعني ايه اظن انك حافظها اصلا اقرأ الخاتمة ودعواتك ليا ونتقبل بقى ايه كمان زاعة بالزبط في الدرس اللي وراه نفسي خلصوا مابل الكوز فدعواتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته